الاستغفار ورد في ختام الأعمال الصالحة فما بالنا به إذا أذنب بعد الصلاة الاستغفار ثلاثة بعد قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ترى الآن الصداقة الحقيقية نادرة فإذا عثرت على واحد أخ في الله يعينك على الطاعة يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت شد عليه يمكن ما تجد غيره الآن الأخوة قليلة لا خير في المرء إذا لم يكن باطنه خيرا من الظاهر والعجب أنه قيل لبعض الناس يصلي ليش ما تصلي قال التقوى هم يعني إيش حتصلي بقلبك يعني قال ابن الحاج في المدخل فمراعاة الباطن أوجب من مراعاة الظاهر لأن الظاهر للخلق والباطن للخالق أي ظاهر ظاهر الدنيوي يعني ظاهر المال ظاهر الجمال ظاهر المحسب ظاهر النسب ظاهر الوظيفة ظاهر المنصب هذا